يا أحمد طبعا بأكد على كلامك ولكن في حاجة مهمة جدا أنا برضو بكررها وبقف عندها فكرة تأثير النادي الأهلي في اقتصاديات كرة القدم المصرية وفي سمعة الكرة المصرية وفي هيبة الكرة المصرية سيبك من فكرة حتى لو أنت مش أهلاوي أنت لو بتحسبها بشكل برجماتي أنت النادي الأهلي هو اللي حافظ لك على قيمة البراند بتاع منتج الكرة المصرية يا أخي حتى لو ما بتحبش النادي الأهلي والله العظيم الملايين اللي بتتقاضاها دي في أي حاجة بتعمل فيها في صناعة الكرة هي نتيجة أن النادي الأهلي هو السبب في المنتج ده ولما جاه بمناسبة الجزائل لما أنت قلت لما استعرضنا هنا رأي لعب سابق تونسي وجاء قال أن المصريين يجيدون الدراما وأعمال الفن ولكن ليس حاليا كرة القدم كان عندنا نقطتين منورين محمد صلاح منور والنادي الأهلي وده ما كانش كلامنا كان كلام الإخوة في تونس بالكامل اللي كانوا بيرد عليه إزاي بتقول كده وفيه حاجة اسمها محمد صلاح وحاجة اسمها النادي الأهلي فإذا النادي الأهلي هو ما يحافظ على سمعة الكرة المصرية وبالمناسبة النادي الأهلي مش باد لوزر خالص مش النادي الأهلي اللي لا بينسحب ولا النادي الأهلي اللي عنده صوابق تاريخية في عدم تقبل الهزيمة النادي الأهلي لما بيدافع عن حقوقه وفي معطيات العالم كله بيشهد وصحفيين أفارقة وصحفيين من كل العالم بظلمه فيها فده حق النادي الأهلي مش إن النادي الأهلي باد لوزر زي ما الناس بتصور لأ لما يتكلم كابتن في نادي آخر عن عدم تقبل النادي الأهلي للخسارة الكابتن ده كان بينسحب مع فريقه في سنة ستة وتسعين وبيسيء لحكم المباراة وبتعلق كأسوأ إساءة من لاعب لحكم في تاريخ الكرة المصرية النادي الأهلي اللي مراحش ماتش وقال قصة الأوتوبيس النادي الأهلي مش هو اللي في بطولة حتى اليد راح رفض خسارته وراح جاب كأس من الشارع سلمه للفريق لأ النادي الأهلي لما بيكون ليه حق بيقاتل عليه وده مختلف تماما يا أحمد عن فكرة اللي ما بيتقبلش الهزيمة ننتقبل الهزيمة اللي تكون مستحقة وبشرف وبأمان لو في نقطة بما إنك بتتكلم عن البراند النادي الأهلي هما وارد جدا يكون في بعض الناس من مصلحاتهم أو من انتماءاتهم عاوزين يصنعوا براند آخر يقود كرة القدم المصرية التاريخ بيقولها تفشله النادي الأهلي سيبقى رقم واحد في كرة القدم المصرية والأفريقية والقصة كمان مش وصلت بس الكباتن في نادي الزمالك بيكلموا عن مصطلح باد لوزر لا ده كمان إعلامين كبار وطبعا عارفينهم وبيتكلموا في التوكشوء وهم أساد زفدة وبيجويدوا ده أول لما بيدخلوا في المجال الرياضي بيروحوا حتة الانحياز الذاتي وان خلاص بيتعصب بال إصابة البيضة بخطين حمر كده فما بيشوفش الحقيقة قدامه فيبدأ يقولك باد لوزر طب ماشي يا سيدي يا أستاذي باد لوزر ليه يقولك أنت فرق بينك إيه وبين ليفربول نفس اللي حصل مع جماهير ليفربول حصل مع النادي الأهلي أنت بتشتكي من إيه هقولك الأمر بسيط جدا المباركة في باريس ما كانتش في السنتياج كانت في باريس فإزاي حضرتك بقوتك الإعلامية على مدار التاريخ تكون بتغفل فكرة المقارنة المنطقية دي مقارنة مغلوطة والقياس بتاع ليفربول اسمه قياس فاسد ما ينفعش قيص عليه لأن في النهاية كان اللعب في أرض محايدة محددة مسبقا كانت في روسيا أولا ولما حصلت الأزمة بالروسيا وأوكرانيا تم الاختيار في باريس فلما تيجي تقارن ده بتحديد المغرب بعد ما تحدد طرفي النهائي الأهلي والوداد وتقول أصل ده نفس القصة وده اللي شبه ده وانتوا بتشتكوا من إيه ده رقم واحد رقم اتنين وهي فكرة بقى انت بتخاطب مين يعني إيه بتخاطب مين يعني بتيجي تقول بترجع وتقوله احنا كنا المفترض ننسحب ما نسحبناش ليه وهنا برضو انت بتوجه رسالة لمن لا يملو القرار وبتعكسها على من يملو القرار بمعنى إيه مين اللي يملو القرار الانسحاب أو الاستكمال في البطولة هو مجلس إدارة النادي الأهلي المنور بيه اتخاذ القرارات تبقى أو تبقى لاختيار الجامعية العمومية والجامعية العمومية بتصق في هذا المجلس فبالتالي هو ده اللي المفترض يقول أنا هكمل ولا مش هكمل أسهل قرار الانسحاب مش هننقشه دلوقتي لكن كملت هل تلع حد من مجلس إدارة النادي الأهلي قال احنا المفترض كنا نسحب بعض الجماهير وهي منطقية جدا وجهت نظرة من البداية كده فما ينفعش تسكت أو تعبكس حالة من التناقض ما بين تصرحات جماهير وعدم موجود أي تصريح لأي مسؤول في النادي الأهلي على القصة دي الغريب إن حضرتك وانت أستاذ كبير وقعت في غلطة كبيرة جدا 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 ألا وهي التناقض لما جيت في الآخر وقلت إن سيبوكم من اللي أنا قلته ده كله أفريقيا دلوقتي اللي بيعرف ياخد حاجة بياخدها طب إزاي بقى يا أستاذنا قول لي أنت إزاي طب لما أفريقيا دلوقتي اللي يعرف ياخد حاجة ياخدها عايزنا أنا لما أطلع أقول إن اللي حصل معايا I'm fair تبقى زعلان وتقول لنا بادلوزر على عموم أنا يكفيني جدا إن أنا أكون بادلوزر لأن أنا واخد دايما على الدهب أفضل بكتير من الاعتياد على الهزيمة والمركز التالي أنا عندي تبرير لموضوع باريس ده هو التفسير المنطق الوحيد إنه هو يعتقد إن باريس دي عاصمة أسبانيا فبالتالي نفس الموقف ما دون ذلك يبقى هزار واعتقد كلام لا يمكن أبدا المقارنة والأغرب إن ريا المدريد نفسه وهو ياخد البطولة وهو البطولة باريس متحددة كملعب بديل زي ما أنت قلت طلع يتكلم في حقوق جمهوره والملعب وضابط اختيار الملعب لا ونقطة كمان ألفيها قالك أنت عايز نص الملعب وانت ما كملتش ثلاث تلاف في المدرج طب يا سيد الفاضل نادي الزمالك أو النادي الأهلي لما بيلعب أمام نادي أندي شركات أو أنديها ملاججة مهير ربطة الأنديها مش بطول ألفين تذكرة هنا وألفين تذكرة هنا أنا آسف جدا حضرتك افتقدت لكل المنطق في إنك حتى تبقى واخد بالك من المصطلح اسمه تكافؤ الفرص أو الفرج